لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد مساء الخير و اهلا بكم في حلقة جديدة شكرا لدعمكم المستمر يمكن ما يكونش هو احسن ممثل في الدنيا ولا احسن كوميديان ولكن احنا عارفينه وبنحبه وبندحك على الشخصية اللي هو عملها الشويش عطية لحد النهاردة من الشاشة لقلبنا على طول دحك ناس كتير وفرح قلوب ناس كتير لحد النهاردة لكن لما بتسمع نهايته و نهايته الصعبة بتحس ان ده مش ممكن يكون حي او مش ممكن ده يحصل لرياض الاصابجي رياض الاصابجي مولود في مدينة جرجا في محافظة الصعيد سنة 1903 ومن وهو صغير بقى لحد ما كبرت كده ما نعرفش عنه حاجة ولما تيجي تدور على الانترنت على اخبار رياض الاصابجي كان بيعمل ايه كان بيروح فين هتلاقي ان المواقع متضربة فيما بينها علشان كده انا هختار السيرة الذاتية اللي من وجهة نظري انا شايف ان هي صح لان ابنه فاتحي هو اللي بيحكيها بيقول فاتحي ابنه بقى عند رياض الاصابجي حاجات كتير يعني مثلا انه هو كان طول عمره بيحب التمثيل وبيحب السلمة وكان دايما لما ييجي القاهرة بيخش السلمة وكان سعر التذكرة في سلمة علي بابا اللي كان بيروح يتفرج فيها كان سعرها تسعة مليم يخش السلمة يقعد يتفرج ويتبسط وبعدين ياخد بعض ويرجع على بلده تاني لحد ما في يوم من الايام كده قرر ان هو هيروح يقعد عند اخواته في العباثية وينقل يعني من محافظة جرجع خالص او من مدينة جرجع خالص ويفضل على طول بقى في القاهرة كان بيلعب العاب قوة في نادي اسمه المختار في مكانه ما في القاهرة هنا وشاف ناس من بعيد عمالة تبصله عمالة تبصله عمالة تبصله عمالة تبصله فهو استغرب الناس دي بتبصل لي ليه هلنا هلعب يعني مطش مهم الايام اللي جاية ولا ايه المهم راح لرئيس النادي قاله الناس اللي هناك دي عمالة تبصله بيقالها كتير هو في ايه فالراجل رئيس النادي قاله الناس دي بتعمل فيلم اللي عليك قصار اسمه سلفني ثلاثة جنيه وهم عايزينك في مشهد كده تغير الراجل فرح جدا انه هم هيخلوه يمثل يعني معاهم وهو اصلا بيحب التمثيل قاله ابوس ايدك ما تخليش الناس دي تمشي وخليني امثل معاهم المهم يومين ثلاثة اربعة كده والناس جموا هيعملوا مشهد في فيلم سلفني ثلاثة جنيه تحديدا المشهد اللي عليك قصار بيتضرب فيه وبدأ يعمل المشهد ده وبعد ما خلصوا الظهر انه هو طلب من عليك قصار انه هو ينضم ليه في الفرقة بتاعته ولقى انه راح الفرقة بتاعت عليك قصار اي نعم اشتغل شوية فيها بس ما اشتغلش كتير وراح بعد كده فرقة جورج ابيض واستقر في فرقة اسماعيل ياسين يمكن هنا بقى الانطلاقة الحقيقية في ناس كتير ما تعرفش من الشويش عطية عمل كل الادوار اللي ممكن تتخيلوها زعيم العصابة والرجل العمدة والرجل الحرامي وعمل ادوار كتيرة جدا ولكن احنا ما نعرفش تقريبا رياض الاصابجي او ناس كتيرة ما تعرفش رياض الاصابجي الا في الراجل الشويش عطية اللي برع مع اسماعيل ياسين وبالمناسبة هي لها قصر يقال ان بقى بعد ثورة 52 طلبة من فاطين عبدالوهاب ان هو يعمل سلسلة افلام كده تحبب الناس في الشرطة والجيش وتعرفهم قد ايه الناس دي يعني بالضحل فعملوا مجموعة من الافلام اول حاجة كان اسماعيل ياسين في الجيش طلعت شخصية الشويش عطية ويقال ان عبدالحكيم عامر وقتها كان يعني ذو السلطة والنفوذ شاف الفيلم ده في سلماريفولي وقال لرياض الاصابجي برافو ان انت عملت الدور حلو وانطلقت بعد كده سلسلة الافلام اللي احنا عارفناها بتاعت اسماعيل ياسين وظهور الشويش عطية في اكتر من شكل ولكن هو نفس الشكل يعني مرة حيبقى في الجيش مرة حيبقى في البحرية ولكن كلهم بيقدي فيهم نفس الدور وسبحان الله ده امر غريب جدا لانه صعب جدا ان الواحد او الجمهور يعني يتقبلوا الفنان ان هو يطلع في نفس الدور كل شوية احنا مثلا زهقنا من محمد سعد اللي هو بيعمل اللمبي وانا ليه الشرف النار ما شفتش الحمد لله يعني لحد النار ده ما شفتش اي فيلم من افلام اللمبي لان انا ما حبش الطريقة دي او النظام ده ولكن احنا هنا بسرعة زهقنا من محمد سعد وفي افلامه فشلت فيلم ورد تاني لانه كان بيكرر اللي هو بيعمله وانما الشويش عطية سبحان الله واسمعين ياسين نفسه فضلوا يعملوا افلام كتير قوي شبه بعض والناس كانت بتحبها مش عارف ليه يمكن كانوا صدقين اكتر ولا الناس كانوا ريئين اكتر مش عارف المهم بقى نيجي للمرحلة الصعبة في حياة رياض القصبجي رياض القصبجي كان بيعمل فيلم مع فريد شاوي يمكن سنة 1958 كده كانوا بيعملوا فيلم والفيلم وده من ضمن مشاهد انه هما هيخشوا في البحر الجو كان ساعة في اسكندرية والراجل يعني كبير في السن شوية وابتدوا يشتغلوا مشهد الثاني الثالث بيتطلب منهم ان هما يمكن يكونوا بيتبلوا من المية الهوى يضرب فيهم الدنيا تلج الراجل تعب الجزء الشمال ايدي وقفت ورجليه وقفت وبعد كده اصيب بانسداد في الشرايين وحالته بقت صعبة جدا ان اتشل ما بقاش قادر يشتغل ابنه بيقول ان هما كان معهم فلوس كتير والدنيا كانت زي الفل ولكن طبيعي ان لما حد حيقع من اهل بيتك فجأة كده يقع في الارض ومحتاج مصاريف والمصاريف والعلاج تطول قعد خمس سنين مشلول ما بيشتغلش زوجته باعة الارض اللي حالتهم وهو صرف كل اللي خدوا من التمثيل وما بقاش معهم اي فلوس حسوا بالفقر وكان عندهم مشكلة كبيرة جدا لان الراجل علاجه مكلف وما بيشتغلش وما فيش مصدر دخل هو كان جسمه مصدر دخل وزي معظمنا كده انتو بتتفرجوا علي يعني كلنا كموظفين لو تعبنا حنوض في البيت مش هنلاقي حاجة نتسند عليها يعني الدنيا صعبة بالنسبة لنا هو كان كده ومعظم الفنانين زمان ما كانوش اسكية في موضوع انه هم يشيلوا قرش على جنبي يعني النما الفنانين بتعليوا من دول اسكية يعني بيفتحوا كافيهات مطاعم بيعملوا شركات انتاج اتعلموا علشان ما يبقاش نهايتهم زي نهايات الناس بتاعات زمان المهم الفلوس خلصت كل الناس ظهرت بقى الناس اللي شغالين في السوديو مصري كانوا بيعدوا عليه كل عشرة ايام فريد شوقي كان بيبعت له كل شهر ظرف فلوس يصرف منه بالاضافة الى ان هو كان بيزوره امينة رزق بتزوره محمود المليجي كل الوسط الفني وحتى نجيب محفوظ كان بيروح له الناس كلها ظهرته الا اسماعي ياسين صاحبه ورفيق دربه ولا زار ولا عبر ولا سلم عليه ولا رفع عليه سماعة التليفون من ساعة من الرجل واقع في يوم من الايام كان فريد شوقي قاعد عند رياض الاصابجي كده وبيتكلمه وجات سيرة اسماعيل ياسين رياض الاصابجي افتكر ان اسماعيل ياسين ما بيجيلوش الموضوع ده كان مؤثر في نفسيته اوي اوي فوق ما تتخيله يعني قاعد يعيط هنا فريد شوقي قال له يمكن اسماعيل ياسين مشغول او انت عارف انه هو مش اجتماعي يعني ما تزعلش منه ولكن رياض الاصابجي لحد ما توفى كان الموضوع ده مؤثر معاجدا خصوصا ان رياض كان دايما في عيد ميلاد ابنه ياسين كان بياخد له مثلا عجلة بياخد له بندقية وكان دايما سبق بالواجب وكانوا اللي كانون صحاب ما كانتش العلاقة ما بينهم النجمس مع الياسين ورياض الاصابجي اللي هو الدور الثاني او الثانوي لا كانوا صحاب بدليل ان محمود المليجي رجل قوي فريد شوقي بحقيقة ان فريد شوقي شال ناس كتير قوي قوي فوق ما تتخيلوا وكان بيهتم جدا بالفنانين اللي الدنيا جاء عليهم يعني واكيد في يوم من الايام هنحكي عن فريد شوقي وقالك كل التفاصيل بتاعت فريد المهم في يوم من الايام بقى سنة 1962 كان حسن الامام المخرج كان بيعمل فيلم وسمع ان رياض الاصابجي بعد خمس سنين اشتد عوده وان هو يقدر يمثل فقال خلاص احنا ناخده نخليه يشتغل يحس يعني ان هو هيقف قدام الكاميرا تاني وان هو رجع لأيام زمانه ومفيش حاجة والدنيا زي الفل فبعد جابه قاله تعالى في دور مناسب ليك يعني تعالى اشتغله ويعني ترجع بقى للكاميرا وتقف قدام الكاميرا وتتبسط زي زمان الراجل ما تكذبش خبر الرياض جمع اخوه متسند على اخوه ودخل البلاتو حسن الامام لما شافه حس ان هو مش هيقدر يمثل ومش هيقدر يقف قدام الكاميرا فقال له باقولك ايه انا جايبك علشان ارفع من معنوياتك وما تستعجلش ان انت تقف قدام الكاميرا خليك الدور دمي يعني مش اخر دور في الدنيا خليك وان شاء الله ثم الرياض يتلعب الدور الا ان رياض اصر ان هو يلعب الدور وقال له لا انا كويس وما فيش حاجة وخليني بقى ارجع اشتغل زي زمان فحسن قال له خلاص اوكي يلا يلا ندور الكاميرا امر يض من على الكرسي وبدأ يشتغل قدام الكاميرا وفي وسط مفعاله وقع على الارض مقدرش يسند طوله وقع زي الطفل الصغير كده لما يكون بيحاول يتعلم المشي ويقع وهنا بكى بكى لانه مقدرش يقف وبكى لانه كان بيحاول يثبت لكل الناس اللي في البلاتو انه هو كويس وانه هو صحته زي الفل وحيفضل طول عمره زي الفل ولكن مستحملش تخيلوا انتوا بقى حطوا نفسكم مكانوا كده لو انتوا بتشتغلوا وقلتوا للناس لا انا كويسين وزي الفل ويلا الناس بتشغلوك فجأة طوع قدامهم امره مهين يعني وامر يجرح وفعلا لما قولوك ان هو بكى او الاخبار كلها بتقولك ان هو بكى ما تستهونوش بالحتة دي لانها ممكن تكون بتكسر البنياء المين المهم دي كانت اخر مرة يقف قدام الكاميرا في حياته وموقفش قدام الكاميرا تاني وبعدها بسنة بالضبط الحالة بتاعته تدهورت وتوفى توفى سنة 1963 بالضبط عن عمر ستين سنة هي دي الدنيا سبحان الله المهم الفيديو بتاع النهاردة خلاص خلاص لو عجبك الفيديو منفضوكوا اعملوا لايك اللايك ما بتكارفش اعملوا لايك مثلا انا لاقي انا لاقي مثلا ايه عشر تلاف مشاهدة واثنين تلاتة لايك او تلتمية لايك حتى ارجوكوا اللايك بيفرق يعني وبيخلي الواحد مبسوط ان هو عمل شغل وخصوصا نجاو حر يعني ربنا يسر علينا يا رب المهم يلا اشوفكوا في حلقة جديدة بكرة والحلقة بكرة اللي هي في فيديو الثلاث اللي احنا بنتكلم فيها بقى براحتنا في الكورسي اللي هناك ده اشوفكوا بكرة على خير تصبح على خير مع السلامة اشتركوا في القناة